اوكي؟ دي اهام الهوز بتاعهم. الكومة المرباريشن الموجودة عندنا في الصيدريات. طبعا الأسكريين اللي أخضر اللي بكلنا على الفيله دوت. وده الناس كتير أول بذاتهم في ميزل يخدوم لنبخيص ومنتوافلوا في الصيدريات يبتوع عشان ينتحلوا بيه. في بقى اللي هو أجوية البرد والفرحة كتير بيبقى داخل فيها سليف ريك. في طبيكال بقى. في مراهب اللي هو الآير فور انتر جرين. وده بيجي في الامس كيو على اساس اسمه غريب شوية. وفي اللي هو مراهب تانية او أجوية تانية للإشرة بتحتوي إشرة الشعر بتحتوي على السلسلات. مثل نيها كراتولاتيك. كراتولاتيك دولاتيك تحتوي على الميزل سلسلك أسد. مش الأسي طائل سلسلك أسد. اوكي؟ بعد كده. ازاي؟ بيحصل التسامل بالسلسلات. غالباً بيبقى اكسيدنتل. اكسيدنتل ده برضو غالباً بيبقى في الأطفال. لما الأم ابنها دياية حرارة بتبتكى بتديه السلسلات عشان تخفض الحرارة. وبعدين تلاقي الحرارة ما نزلتش فتديه قرص تانية. يبدأ الدفل تانية خش في سلسلات تكسيستي. والسلسلات تكسيستي بتعمله هايبر بيريكسي. فالأم بتفكر ان هو لسه عيال. بتديهوا التانية سلسلات وهكذا. بيخش في سلسلات تكسيستي. بيبقى باري كومم في الأطفال. بيبقى قطة الأم مغلبة. وكومم في الأولد ايج. ليه في الأولد ايج؟ فبالتالي بيحصل أكيوميليشن للسلسلات. بيعملي كورانيكسيستي. بيبقى في الأطفال بيبقى أكيوم تكسيستي. غلطة الأم. في الكبار بيبقى كورانيكسيستي. لانهما عندهم سلور ميتابريزم ان اكسيكريشن. خلاص؟ البولي فارماسي ايجشن يعني ايه؟ يعني دلوقتي انا عندي. عندي ألمس منه في رقبتي وباخد سلسلات. كأنتي انفلاماتي. وبعدين جاتي نزلت بلد. فروخت واخد دولة في سلسلات. وانا ما عرفش طبعا هو الميتابريش فاهم اللي ده داخل في تلكيبه سلسلات. وبعدين وانا عندي جاسي تتبطي جالي سيبير هادك. فروخت واخد دولة تالي داخل في تلكيبه سلسلات. ده اسمه بولي فارماسي ايجشن. اخذ كذا. وانا مش عارفة ان هم التلاتة دولين انا بخدهم فيهم سلسلات. بخشك في سلسلات تكسيستي من غير محيث. اوكي؟ بعد كده سويسايدا زي ما اقول لكم. في ايجب بالذات يعني ان هم في الكنيز يأخذوا سلسلات تلكيب. انه مخيص موفر في السلطريات. فبتتبلها شريتين كده كده وتقوم واخدهم. وتهاجد باهلها انها تنتحر او انها تنتحر. تاني السلسلات المينيوز بتاعه. كانالجيزيك انتي انفلماتري. انتي بايريتك. وبيمنع الليتي التابيليشن فبيمنع السلسلات. قمنا في الاطفال. يجب تبقى غضلة الامر الليها بتكرر الدوس. من غير ما تحس بيدخاله هيا في سلسلات تكسيستي. في الكوبار لانهم عندهم سلوري. والبول الفارماسي ان انا اخذ كذا ادوة. وانا مش عارفة ان تكون التلاتة دول. او الاربع ادوة ان انا باخدهم داخل تركيبهم السلسلات. وانا مش عارفة ان افكرت مهمة. البول مهمة. التوكسيك دول. التوكسيك دول. وانا يجب التوكسيك. مية وخمسي ميلي جرام بركيجي ده في اتفاع الميتوكسيستي. الكرونيك تكسيستي تبقى أمية بس. دائما الكرونيك تبقى أقل لانها بتبقى متاه هادي ميت ميتجرام بركيجي. على الميت تعميل الكرونيك تكسيستي. الميكانزم التوكسيستي بتاعته او ميكانزم التوكسيستي بتاعته السلسلية بتبنع تكويه بروستا جلاندين بتبنعها بسيء الناس و بريفرين سنترلي، لما تبنع بروستا جلاندين سنترلي هتشتغل كأنتيبايلاتيك وأنجيز الانتين دول محتاجين بروستا جلاندين سنترلي لما انا قمنا بروستا جلاندين هزود الحرارة، هلقص الحرارة، وأعمل الأنجيز بريفرلي؟ بيمنع بروستا جلاندين بريفرلي فبيدييني الانتي انفيلماتيلي يبقى هو بيمنع قلي بالكم ان في فرق بين البرسيتامول وبنين سلسل السلسلية بيمنع بروستا جلاندين سينسلس او فورميشن سنترلي وبريفرلي، بينما البرسيتامول تشتغب عليها بريفرلي بس خلاص عشان كده البرسيتامول مالوش انتي انفيلماتيلي لو أنا جذيك الانجتيببيراتي بس، اللي هم السنترلي أوكي؟ ده ميكانزم فقاشة وطبع انكم عارفين لما بديلكم في الامتحان سؤال تلينيكال بنتم معان بيتانيزمو في اكشن لو سؤال عليه درجة كبيرة بنتم معان بيتانيزمو في اكشن. اوكي? هي كبيرة قوي يعني انا بحاول للمهانكم عشان يعني كده 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 شرح كتير كده مالوش لاسنة يعني. اول حاجة جي اي تي. طبع عليك كلنا عارفين كلنا عارفين السلسلية ايه بتاني جي اي تي. عشان كده عشان اريدان زي ما قلتلكو ممكن يعملي ممكن يعملي كمان لو سيدير دوز ممكن تعملي بريف ويعملو لي بليدي. يبقى هو عشان اريدان بيعمل نوزيا وفومتين فبامل ممكن يعملي انسر والانسر دي دي محبسة اللها بالفريشة والالتين دول الانسر والفريشة ممكن يعمليو لي جي اي تي بمي. يجيلو همه مهتمسس ده بنسبة للجي اي تي. والجي اي تي مالكستيشن او سنسليت اكتسي جي اي تي مانفستيشن طيب نيورولوجيكال زي مرضم الدراجزي اللي عندنا بتعمل سي الاس استيميليشن فالكتاب كانت براف يكتين هو سي الاس اختصاره كده سي الاس استيميليشن فالسي الاس استيميليشن في سي الاس استيميليشن منقول هايبرتونيا سي الاس استيميليشن ست حاجات يجي لك سي الاس استيميليشن بيقاليها حاجات كاراكتر معينة زي الكوكين والامفيتامت ليها الكاراكتر تاني معينة بتقول دول بس بنزود عليهم حاجاتها لكن دول استمع هاي سي الاس استيميليشن هتقولي راسترسنس اريتابالتي هايبرتونيا هايبررفلكسيا تريمورس اوكي لعكس بقى سيني الاس استيميليشن هي بقى ستوبر وبعدين يخش مني فكومة والكومة دي تلقى معها هايبرتونيا وبعدين عصد تبدي لأجل سي الاسستيميليشن بتاني ستوبر خومة هايبرتونيا هايبررفلكسيا يبقى تي ستا حاجات نقولها تقدر من يجيلك في أي حتة في الكتاب C-NAS Stimulation followed by depression أليس إيه نقول إيه الإستامة فهو السنسيرات بيعمل نفس الإستامة ديت بيعمل C-NAS Stimulation followed by depression طب هو بيشتغل عصيه الناس إزاي؟ بيعمل إزاي؟ بيعمل إزاي؟ والسنسيرات بيشتغل الناس تعاملها Stimulation followed by depression وفيه إن دائت أعشان إن دائت أعشان عن طريق إن السنسيرات بتعمل هيجيبلايسينيا وإحنا لسه قليلين ببالة إن نقص الأكسجين ونقص الجروفوس يبقى أول ميكانيز الناس ثاني ميكانيز عن طريق الهايجيبلايسينيا ثاني ميكانيز مع طريق الـ لأنه بيعمل Stimulation of respiratory center لأنه بيعمل في الأول C-NAS Stimulation بيعمل Stimulation of respiratory center followed by depression الدبريشن دا يعملي accumulation C-O2 يعملي فرض إيه؟ دبريشن للـ C-NAS ثاني ثلاثة ميكانيز دائت ميكانيز وعن طريق الهايجيبلايسينيا وعن طريق accumulation لـ C-O2 وبرضي Neurological Manifestation دي من EARNEST Manifestation G-A-T و Neurological Manifestation يعني لما يبعد واحد ماشي على سلسلين For long time بيجي يبتدي من شوية irritability أو restlessness أو شوية tremors في إيه أوقف بيسلسلين أعرف أنه داخل بيسلسلين نبسيستي طيب Cardiovascular System في الـ Cardiovascular System يعني بيعمل شوية Hypertension و تاكيكاردية تاكيكاردية ممكن تزيد وتعملي أريسلين بيعمل تاكيكاردية و تاكيكاردية و تاكيكاردية لو زادت شوية أو بقى تجير سيبتوكسيستي بخش في أريسلين إيهما احنا قمنا ثلاثة سيستم دلواتي G-A-T و Neurological Manifestation وذول EARNEST Manifestation G-A-T Very EARNEST فبيعمل Ancer Neurological C-NAS Stimulation Follued by Depressions و قلنا بثلاثة ميكانيست وبعد كده تاكي الـ Cardiovascular تاكي بيعمل تاكي تاكي بيعمل بيعمل أهم حاجة سيبتوكي لها في الكتاب كله هو Non-Cardogenic Belmolar Edema السلسلين بتاعمل مهمة أوتر من العام ربع كده Non-Cardogenic Belmolar Edema والميكانيزمة بتاعها مهم يعني هو ممكن يجي سؤاله عق Non-Cardogenic Belmolar Edema الميكانيزمة بتاعها إلي بيحصل السلسلين بيعمل تاكي بدعمل Uncobling Oxidative Presperation يعني Uncobling Oxidative Presperation يعني ده الميكانيزمة اللي هيعملي في الآخر ATP Formation Uncobling Oxidative Presperation يعملي ATP لما عملت Uncobling يبقى وقفت ATP Formation يعني وقفت الـ ATP يعني وقفت فيش في البضل فيبدأ الجسم يزود الميتابوليكريت عشان يكمبانسات يبقى لما الجسم يزود الميتابوليكريت الجسم بيواجه حالة من الاسترس حالا السمبساتيك هيشتغل ده نسميه ده نسميه ADREANERGIC Overstimulation وفي كلمة اللي مدتوها في الكتاب بتاع يبقى سببها يعني او 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 ا فالجسم يكمبنزيت بانو يزود المتابولي كانت غذائيا. لما يزود المتابولي كانت WOO يواليه سلمساتك يشترك. يعملي . يعملي . عشان يزود بتاع ، لان انا في . قطوري زواب من السيستامة البلونر يعمل البلونرين. ده سؤال مرامل. نعم كاردوجينيك بلونر اديم. وخلي باركم يعني انه كاردوجينيك بلونر اديمه في كل درسة هنبدو لها ميكانيس مختلف. يعني في الاوبيات الميكانيس متاحة مختلف تماما. خلاص? لسببها الالوكسيا وهنبقى نشرح على ما ناخد الاوبيات سنشاء الله. خلاص ده الريسبيلات الريسبيلات السيستك اللي يريدناي هو الو direct effect على الديني وين direct effect هو بيعمل الرينا تيلية يعني ميكانيس دايرت وين دايرت بيعمل. دا لان سي مسد دايرت وين دايرت.طيب الـ direct mechanism بيعمل ايه? الـ direct mechanism بيعمل الـ direct mechanism بيعمل choblin decropis تتغلى عالشوكوز يعمل لها ده دايب. سهلا. بحاجة تاني. لقى ما يقلل للرينا بلاد فلو. لقى ما عن طريق الرابط ما يقلل. طيب. الرينا بلاد فلو بيقلل ليه? بيقلل. لان الشخص ده بيخش ميني بديها وهنقول اسباب بديها بعد ذلك. يبقى بيقلل لرينا بلاد فلو لانه بيدخل ميني دي هايدراشن. وبيقلل لرينا لبلاد فلو لانه بيقلل والبروستا جلندد مهمة عشان تكيب الرينا البلاد فلو. يبقى نقص. اول هو نقص الرينا بلاد فلو. وده بيحصل بطول ميكانيزي. دي هايدراشن. ونقص البروستا جلندد اللي هو مهم علشان يكيب الرينا بلاد فلو. تاني ميكانيزي ما رابط ما يوسس. احنا قلنا ان السلزير بتعمل يعني فيه يعني فيه يعني تكسير للعضلات. تكسير خطورتها ان هي بتعمل لي رينا بلاد فلو. يبقى تاني. تاني. هو بيعمل بطول ميكانيزي. وين دا. الين دا. عن طريق رقص نقص رينا بلاد فلو. وده بيحصل بطول ميكانيزي. دي هايدراشن. ونقص البروستا جلند. وتاني ميكانيزي ما هو يعني مايجلوبين. تاني حاجة هو بيعملها فنكوني سندروم. فنكوني سندروم لو انتو فاكرينه اللي هو ريتوموريا وميزوريا وعماله اسيدوريا. يعني ايه? يعني رينا بيجوز ما بتعملش ايه؟ ري ابزوبشن من حاجاتي. فالحاجاتي بتنزل فيه. ينزل الغلوكوز والبوتين والفوسفيت. بتا بيحصلوهم ري ابزوبشن. بيتجاعوا للجسم تاني بيكون لصد في اليوم. راس؟ ده الفنكوني سندروم. ومن الحاجات بتعمل فنكوني سندروم عندكم تاني في المذهب. اللات. وين? الكامل. اللات والكامل بيعمل فنكوني سندروم. يبقى استأثريك؟ وليات الكامل بيعمل فنكوني سندروم. فالفلتينوريا والبلوكوطوريا او ايه؟ الفوسفاتوريا. اه. يعني يعودش ديولز ما بتعرفش تعمل ايه او بزوبشن الحاجاتي بتبقى لاصد في اليوم. البروتين والبلوكوز والفوسفيت. طيب. اهي باتك؟ هو السلسلات ملهاش تأثير قوي السلسلات. قفت ميلي كيدي. مرضو نبقى كده في دماغنا ان السلسلات قفت ميلي كيدي. البر يعني كده. احيانا بتقفقت البر. وبتقفقت البر غالبا في الكروني التوكسيسي. ميش في الادوين البر توكسيسي. في الكروني اللي بياخد لومك تايم سلسلات بيجيه لفر توكسيسي. اللفر توكسيسي بيتبان في شكل ايه؟ لما اعمل لفر توكسيسي بتاعتي عالي. يبقى لو اه ماشي على سلسلات في لومك تايم عملت له لفر تايم بدأت تعلم اوقف السلسلات. تايلي حاجة ممكن يعملها ريس اندروم. ريس اندروم ده بيحصل غريبا في الاطفال لما بيجي لهم بيعاني الحرارة في الامة اللي عنده بالسلسلات. مش المطلول الاطفال اللي اقل من خمس سنين لما يجي لهم درج الحرارة اللي بتاعيتهم ترتفع ما بيجي لهمش ابدا سلسلات. لانه ممكن يدخل في حالة اسمها ريس اندروم. ايه الريس اندروم ده؟ ده عبارة عن ومعاه انكيفالوس. ومعاه انكيفالوس دي المصيب. خلاص؟ يبقى اي طفل بيعاني من خمس سنين عنده درجة حرارته مرتفعة وقوعة قوة الحرارة بسلسلات. دايما نستخدم البرامول او البراصيتامول لانه مورسيف عن سلسلات. مش هيعملي الريس اندروم. على فكرة الحاجات دي هتفضل معاكم يعني يعني انا في حاجات انا فاكراها يعني يعني بنصح الناس بيها من حاجات ان اخذتها في الامة مش من دلوقتي يعني. في حاجات كده تنسوهايش يعني يعني. ودايما استخدم المعلومة وانت لما تاخدها. يعني لما تلاقي الطفل عنده خمس سنين ومامته احرارته كده لا يستخدم البرامول. لو استخدمت المعلومة مرة واحدة ضبقتها على حاج مش تنساك. وزي ما قلتلكم يعني تطعوا موالتوكو انا عارفة ان في ناس عندها رامدو كوميونيتي ويوميتيو. وحتى اللي عنده فورنسيك عنده حاجات تانية بيذكرها. تطعوا بس موالتوكو. وبعد ما اتروحوا مصدع. ايه اللي احنا قناة? جوز انك تقرأها. بس هبت المعلومة اللي انت سمعتها بالقرية. يبقى عندك كمان اه الميمة بتاعتك صفحات شكلها غير اللي انت سمعته. شكل الصفحة شكلها ايه? ده هيثبت المعلومة جامل جديد. وهي في اطماعات المراكعة. ماشي? طيب. ازاي السلسلات رغم ان هي تعملي في السلسلات دوكسيستي هايبر ثيرومي. ازاي? بيتوب ميكانيسك. اول ميكانيسك اللي هو انكابلت. انا اسمع الكلمة دي كتير اول احنا نسمع السلسلات يعني ايه. ممكن تكتب جامل السلسلات من فوق كده انكابلت مهمة اول انا هسمعها بكزا حاجة. قلناها في اه اه البرمونا القديمة. وهنقولها في حاجات تانية في في الاسيدوتس ان شاء الله. بيهمل قلنا لما بيحصل يعني نقص فالجسمك عشان يعني يزود ايه? لما زود يزيد معا درجة الحر. خلاص? ده اول سبب له هايبر ثاني سبب من بيحصل الجسم دي هايدريشن وهنقول سبب دي هايدريشن دلوقتي. دي هايدريشن عملي حاكتين عملي هايبر ثاني وعملي رينا الفين. خلاص? طيب. بعد جده هايبر ثاني سبب ترياكشن فيه ناس بيبقى عندهم هايبر ثاني سبب تي لستلسلات. اول ما ياخدوها يجي لهم راش اه شوية اه شوية اهدكالية ينبروشو. اه ممكن تبقى شديد شوية بدعملي انجل يراتيك ديما في الفيس وفي اه في اللامس والحاجات ديه. اه لو لو الشخص ده اساسا بيتعالج من ازمة ويديده سلسلات وعنده سلسلات ممكن يعملي التاج دي ده من البرونكيا الازمة. خلاص? اه السلسلات مبارده ممكن يجي في اللي بتحان سؤال ريتم. يعني ايه سلسلزم? بتصيله في الشخص يعني ايه سلسلزم? سلسلزم هو سلسلات دوكسيس تي على الانتكرانيال نيرف. اللي هو الانتكرانيال نيرف اللي هو بتعميل بتاع الزهر. حبيعملي تافنس وبيعمل تايبو وبيعمل تانيس. بس الحزن الحظ هو اول موقع في السلسلات يرجع تاني زي ما كان. خلاص? وده مرضو من يعني واحد بياخد سلسلية. ويجيش تيجي يقولك في طامين في وداني. السبب بيبقيتش اسمع كويش قلوقك سلسلية. خلاص? تاني بيعمل تاني تاس. بيبقى تايبو. لان الاتكرانيال نيرف بيبقى افكتت. لاجد. من خصن الحظ دايما قلنا بيبقى. عبس الميكانون. الميثانون لما بيأفكت نيرف للأسد. بيبقى افكت نيرف بدي مصيبه. يعني الميثانون بيعمل افكتشن للأوبتك نيرف بيعمل بلايمس مش هيخفة تايب. مش هييرضع تايب. وبيعمل بلانس بخمستاشر لجلي. يعني معناك ميثانون كده تعمل للأسد. بتاسم. ميحامل ان تلا معك مصيبك. يعني واحد بيأخل هاي جروفة إنا لو كما يعمل شخص ممكن ده حاجة بقى كده اللي عند ربنا مش كل الناس يعني برده المهم جلتا جلتا جزا وبتصير بيشابه يعني فارد فيكم في حالة السلسلات وييجي سؤال السلسلات بتعمل زي ما قولنا سيني الناس استيميليشن لما تعملي سيني الناس استيميليشن قتعني استيميليشن لي لما اعمل استيميليشن ليه الراسلاتوري سانتر بعمل مقورن بخرج سيلوتو عمل خارج سيلوتو لما خارج سيلوتو هيعملي والكالوذس والاسلوتو اللي نتيجة لرسبيريشن اللي يتيجة في ال Putin يبقى اول سيني هيعملي ال فبيخرج السيلوتو كتير بيطاش سيواتوب فييخوشي مني في ألكالوسيس ونقول الألكالوسيس ده ريسبيراتري عشان هو ناشيجير استيليشن في السبيراتروزيس الجسم يبدأ يكمبنسيه وداخل في السبيراتري السونيس مش هايزق الكالوسي السوني مش هايزق يكمبنسيت إزاي؟ يغرض بيكار من الكلم بسرعة عمنا اليغرض بيكار عشان يكمبنسيه في القول الألكالوسيس فيدخل مني يزيد منه الموضوع شويه فييدخل مني في أسلوزيس يبقى كان في الأول إسبيلات بأيكالوزيس دخل فيه متابوليك أسيدوز متابوليك لين؟ إنه مش عن طريقة إسبيلش انت عن طريق الكينيك خبص؟ أسيدوزيس لإنه مخرج بيكاربك كتير هدا الميكانيزم الوحيد الميتابوليك أسيدوزيس؟ لا، هما ستة ميكانيزم هو نفسه أسيد أوكي، هنقول الستة ميكانيزم اللي بيحصل به هو الميتابوليك أسيدوزيس أول ميكانيزم بقى كده Uncabling Oxidative Spherination لما عملت Uncabling Oxidative Spherination من أصل إتيلينا أصل الإنرش فالبال يعمل إيه؟ يعمل Glycolysis يهرأت Glycolysis عشان يطلع لي طاقة لما يعمل Glycolysis يزود ال Biomic Acid واللactic acid في أسيدوزيس يبقى أول ميكانيزم هو Uncabling Oxidative Spherination فيزوده Glycolysis فيزوده الاسيدوزيس تاني ميكانيزم لما عملت Uncabling Oxidative Spherination وقفت الكريبسيس الكريبسيس الميتاعتمد على Uncabling Oxidative Spherination لما وقفت ديت وقفت التاني دي مش مفضوع عندك فوقت تاني وقفت أو حصل Inhibition للكريبسيس فالأس بتعطي الكريبسيس حصل لها Accurulation في البطن فتعملي برضو Glycolysis يبقى Uncabling يبقى فيه TOO من كائب TOOLS عمليتين بيؤثر Uncabling Oxidative Spherination و الكريبسيسيس دول اتنين وفر طيب دلواجة أنا عني نقص Energy فالجسم يعمل إيه؟ يزود Limit Metabolism عشان يطلع لي Energy لما يزود Limit Metabolism يزود الكيتون بوليس في نفس الوقت بيابتنا الاميلو قاسد Metabolism ليه؟ لأن الاميلو قاسد Metabolism بيحتاج لطاع وأنا محتاجة طاع فوقف أوقف الاميلو قاسد Metabolism يبقى كل ده خلي بالكو؟ هي مفتاحة Uncabling Oxidative Spherination نقص Energy نقص Energy عملي Glycolysis نقص Uncabling Oxidative Spherination عملي وقفت نقص Energy زود لي Limit Metabolism نقص Energy وقفت الاميلو قاسد Metabolism خلاص؟ لما وقفت الاميلو قاسد Metabolism عملت Accumination للاميلو قاسد فعملي برضو Acid Utis وعند الحبتين الكتني اللي هو الخلاصة موقنزم موقف وقفت كلهم والكتني وتعملي Sorsiade تعملي Reinal failure يقنل تغير حصل حوال تاني هو بيحصل في الأول respiratory alkalosis followed by metabolic acidosis إزاي بيحصل respiratory alkalosis كنا بيحصل C and S-stingulation فيحصل respiratory center يعني موشين بلسي أو دو فيعمل respiratory alkalosis أمار metabolic acidosis بيحصل 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 أول حاجة uncoupling oxidative circulation يعني نقص energy production فالجسم يعمل glypolicism فيزويد الأسد عشان في نقص energy هيزويد deliver metabolism فيزويد تيتو بيعمل لي أسد عشان في نقص energy هيمدح الأمينو أسد metabolism عشان يسايف الأمينو أسد فيعمل لي برضو metabolic acidosis آخر حاجة عندما عملت uncoupling عملت وققت the creeps cycle بالأسد بتاعت the creeps cycle حصلها accumulation وبعدين من الأخرين بلقاء الكني إن هي co-pensate by execution by car وتاني حاجة لما تخش freeing failure يحصل accumulation للثلسلات والثلسلات نفسها حد مش تاهد سؤال مهم بيقول لي في 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 بيبقى مطلق سيارة أو ما بيحصلش خاص بيخش بيبقى عندهم high high metabolic rate فبيتصر compensation ما بنحسش بالرسلات يبقى السابة بنحسش بالرسلات والكالوزيس أو فاطرة انت تقلق سيارة قوي إنه هم عندهم high metabolic rate and compensation اوكي كده خلصنا الايه الاسد based in balance بيقولنا سؤالك المهم وسأشافهم المهم بقى يسا مين بقول لكم انا مين بقول لكم انا ايه 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 احنا قلنا شا ايه اخلنا ان السلفريق بتعمل وديه 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 عمل وعمل صح كده؟ طيب الديه قلنا عمل وعمل وعمل سح طيب الديه مصل ايه الـ D-hydration حصلت؟ بـ 3-Amicrizyms أول حاجة لما زودت المتابولي تريد زاد الـ Swetting زاد الـ Swetting في عمل الـ D-hydration هو أساساً بيعمل GIT Irritation وفاردن فبيعمل الـ D-hydration عمل C-N-S Stimulation وRaspiratory Stimulation فزود عمل High-Liber Ventilation فزود الـ Water Wash مع الـ Carbon Dioxide يبقى بيكسة الـ D-hydration يبقى بفقد الفيلويت بـ 3 أجاب بالـ Vomiting عن طريق الـ Respiration Hyper Ventilation وعن طريق الـ Swetting الـ Swet عشان أنا زودت المتابولي تريد Hyper Ventilation عشان عملت Stimulation للـ Respiratory Center والـ Vomiting اللي هو بيعمل الـ Irritation الـ D-hydration والـ D-hydration عمل لي Hyper Servia وعمل لي رينا فيه طيب الـ Necrolide بيعمل High-Vokalemia السلسلية بتعملي High-Vokalemia لإيه؟ لإنه بيحصل لصف الـ Potassium كتير فبيحصل لصف الـ Potassium فبيحصل ليه High-Vokalemia كمان الـ Alcalosis بتعملي High-Vokalemia بس هو أساساً بيجيله أساساً مش السبب وهي السبب الأهم هو خلاص؟ متواني بيحصل السلسلية بتعملي في البداية High-Vokalemia وبعد ذلك يحصل بيجي في High-Vokalemia يعني كله يزيد وبعد ذلك طيب كله يزيد ليه؟ إحنا لسه قيمين لما حصل Uncubling of Stated Disferration يعني الـ Energy production قلت فيبدأ يكسر الجلوكوز الجليوجين عشان يطلع لي الجلوكوز عشان يعاوض الطعام لما يبدأ يكسر الجليوجين يعمل لي ماشي؟ ماشي؟ بعد كده ما تلاشي كده؟ بيعمل 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 عشان كده أنا بستخدمه عشان يمنع مش كده عشان في البداية خالص قلت بستخدمه عشان بيمنع أو بيمنع الجلطات ليه؟ إنه بيعمل 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 مهمة قوي ليه؟ بحطين أول حاجة بتقلم بيتقلم والتاني 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 الاتنين يعملوا لي فببيحصل عشان كده بيستخدمها في إعلاج الدراسط كتبتكم في كتاب ودي يعني وملهاش تفسير ومعرفش يعني ملهاش لازم يعني بس كتبوا يعني هي دخل بتزود بطريقة آه بتمنع وتقلل وتقلل للأهم يبقى السلسلات بتعمل ديها بتلاتة بتزود في في وال وفي وبتعمل هاي مكانية لإنها بتزود بتعمل بتعمل لإنها بتحرق كتير فبتزود بالكولوكوز لما يصل ده يحصل وآخر حاجة بلاعم بإنها بتمنع وتمنع بتمنع بتموت من إيه الشخص ده؟ طبعا هو عنده أسباب متيئية جدا في البداية كده طبعا لما يصل دبريشن الريسبيلات ويصل سنترال اسفكسي ده أول فوز سنترال اسفكسي وكمان يصل سنترال اسفكسي سنترال اسفكسي عن طريق النار كاردوجيني فالمونر ايدي يبقى السلسلات بتعمل سنترال وبريفرال اسفكسي ده للفوز الأريزمي احنا قلنا على الهارت وبيعمل هاي بتاني كاردي تعملي اريزمي بقى فيه تلات أسباب أولانيين بريفرال بسنترال اسفكسي واريزمي سنترال اسفكسي عشان بيعمل تبريشن الريسبيلات بريفرال عشان بيعمل نان ربريوجيني بمونة الريديمة ومجد كده أريزمي لو عايش بقى معي كان يوم كده وممكن يموت من ايه؟ يموت طبعا من الرينافيريا لانتنا قولا المالي بيقفكت الكدني مش الليبن بيقال بيقيف حينوتمن الرينافيريا وهينوت من الرينافيريا وهينوت من الرينايض ممكن يجي له完ماتامسس يخجổi فقطlerini في الماتامسس ويدخل منه فيه checked ويموت بقي ايه؟ لابد , هينوت من الرينافيريا ل quint me يبقى لي ما هيينوت من الرينافيريا الانفتونجيشن في عندي لا وهاجيا لي لا يا�시 mini المكتوب كان يعيشان المكتوب في كده معكا كبيرة كدة من اللا احنا خدنا في الجدل فيه ستنبا بنقولها بنقول روتين روتين انبستيجيشن وتفسكراشي كالسكريمي ده لا هتكلم هتقولي بس هنا هنزول على روتين حاجة واحدة بس لو انتم فاكيرين الروتين الاول هم كانوا ست حاجات كان دول ست حاجات بتاع روتين وقلنا دول هنكتبوا في اي حاجة روتين انبستيجيشن هنزول عليهم هنا مهمة قبل ليه لانه هو بيعمل يبقى هتقولي الروتين بلاص كواجيشن بروفايل تمام تاكسيكوليشكالسكريمي احنا قلنا فيه او كواني تايتك تست والكونفر مادري او كواني تايتك تست هتكتبهم للنصنا دول وتكتب جميع منهم بقى السيرام لف السيرام لف بتاع السلسيات انا بعمل كل دولة بعمل وانتي تايتك تست عشان في الاخر اطلع الليفل مش كده يبقى لازم تكتب جميع السيرام لف بتاع السلسيات مهمة لازم تحفظ امتى يبقى لما ايسي الليفل اقول ده كويس تربيوتك وامتى اقول لا ده بدأ يبقى تاكسيك وامتى اقول خلاص ده هينوت لو لقيته من 30 سوري من 33 ميلي جرام برديسي ليتر ده تربيوتك وصل لاربعين داخل في توسل وصل لمية يبقى هينوت يبقى لغاني 30 تمام انا في السيرسيات 30 ميلي جرام برديسي ليتر زاد لاربعين بقى توسل زاد لمية يبقى هينوت يبقى تاني الانبستيجيشن بتاعك لما تجيلك هتكتب لي روتين لك اللي هم ستة حاجات ومعاهم جوست انيومياريشن كده اه اه جوست انيومياريشن كده هتقولي لي جولوكوز لفل سي بي سي خلاص بعد كده تقولي او كواليتيت التست مش عايزة اسميه هوملوكو عشان ما عادتكوش الكلر تست والسي اللي هي الكرومتوغرافي والتقسيلات وبعد كده الوانتيتيتف او اللي انا بشوط بيها الكنسنتريشن بتاعه في الضط اللي هم اللي هم اه اه اميونو ايستي والاتش بي لسي واللي هم جاس كرومتوغرافي جي سي هم موقفين عندوكو بقى في الجن اوكي وقام بالوانتيتيتف هتقولي سيرم لغير تلاتين ابل تلاتين ده ترابيوتيك ابل اربعين ده توكسيك لمية تليسل او هينوت مي خاص كمام طيب بعمل احنا قلنا في الانفستيجيشن برضو في الجنرات بنعمل ايه؟ بنعمل لا وبعدين نعمل ويسي جي في الحاجات اللي بتقسر عمها نفس الشيء هنا هعمل اكسي ري ويسي جي لانه هنا في عندي اكسي ري هنا هعمل 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 بعد كده هستخدم اه طبعا هستخدم م disappear ليه؟ عشان فيه انترك ايه بريباريشن اللي هي بتبقى لاز افن الصمك وفاديله ديوزز كتير عشان تبدأ تحرك ليه الاسبرين جلازة وعمل اسبرين كيك ده. خلاص؟ هعمل هعمل هول باول إرغيشن؟ طبعا هعمل هول باول إرغيشن علشان برضو الاسبرين كيك اللي نزقه فيه يبقى تقريبا بكل الحال بتاعتش جي اي تيني باستخدمها معادل كسابتكس. انا قلت لكم الكسابتكس بطلقوا استخدموه ده. خلاص؟ يبقى انا عملت ما عملتش بس الامسن لكن عملت جاتريك لغار تيجدوا قترين تشاركول لو ديه اسبرين كيك هعمل ماتج بطولس اكت فيه تشاركول وهديلو واعمله هول باول إرغيشن. طبعا. بعد كده بنعمل ايه؟ الامينيشن. هو الانهانسي 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 لا بعمل اللي هو alkaline diarosis اللي هو بغير ال-BH وأو عمل dialysis دايماً ببتدي بالdialysis في الحالة المودرت الحاجات اللي لسه ممكن يعيش لها الحاجات السبير على طول بشافت ليه الهيمو dialysis لأنها طبعاً بعمل غسيل بشيل كل الحاجات هبتدي بالالكالين diarosis اللي ببقى moderate cases يعني ايه moderate؟ يعني في الأكيوة 40 ميلي جرام بردي سيليتر اللي هو toxic level وفي الكوروني الثلاثين لما يجب أمور سيفير يعني أضاب للكمية دي بدل ما 40 بقى 80 وبدل ما هي 30 بقى 30 ميلي جرام هو كتب لك أرقام كتيرة افطر الرقم الغرف عشان تبقى سهل ال40 بقى 80 وال30 بقى 60 بقى سيفير دايماً لما يجيلك في الهيمو الزيالجز لو انت مشفائي ولا حاجة ال-indication قول ان سيفير سيفير كندشن دي تشمل اي حاجة يعني ايه؟ يعني هو سيفير كندشن دا لو بيأفكت السينيس يعني فيه كونفالشن لو بيأفكت لو فيه بلوانة رجيمة لو بيأفكت الهارت يبقى لو دخلت في هارت فينم سيفير كندشن اي حاجة اي حاجة سيفين لو عانت لنا فينم يبقى في الامتحان لو مش فائل indication indication بشكل 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 اخش عسين داسي كومة كيلو كومة اللي انتو عفرنا كونفالدر دايزبانه اخش بعد كده بيعمل بيدي انتنسي ادينه فيتامين كي او بلطة لانسي تيوجين اخش بعد كده على الفلود والإلكترايض عندي هاي المكاليني ادينه بتاسيوم عندي دي هدريشن ادينه اترافينة سيفير يعني امسك سيستم سيستم وابدأ ايد اعاد دخل على لانجل بعمل لانتفر فيوجينك بالوانر ايديميب انا محتاج ادينه اكسجن وممكن احتاج ادينه مضايا لسيس بعد كده عمل يعني كل يعني خشه مش تدقوه صعب خاصة نجري كده بشارك رائع كتيره وممكن لو انت مش عارف الحاجة اللي تستخدمها يعني مثلا في الكونفالدر لو انت مش عارف انك تستخدم دايز ايزا قل انت كومة 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 لو انت مش فاكر ايه كومة 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 اه بالمودر ايديميب انتش عارف انك هتدينه اكسجن بتاع يعني اكتب بس اقول حاجة ماشي ده اسمتوماتيك تريتمنت الميتامول القاسدوس طبعا بديله بديله بس خلاص بعد كده نفش بقى البرسنتامول البرسنتامول اخذ شوية من السلسلات البرفريش الموجود عندنا في الصور بقى اللي هو بيرآن بيرانون اكسرا بيرانون مش اكترا والبرسنتامول والبرامول كل دهو بيرازان خلاص الميتامول احية متابوليسم كان عنها اهمي جدة جدة جدا والميتابوليسم تجهز هو كده بيت本جد مع التبرموق 넘حية الميتابوليسم يتكتب مع ال الام draw ليه، لان البرسنتامول بيحصلها متابوليسم في الليبر بيتذوب ما سويس فيe والميل باسويض والانتين في المية بيخرجو من الكتنة. الانتين في المية بيخرجو زي ما همه كده من الكتنة. لكن في فيه في مع باسويض. ما الذي هو اربعة وتسعين في المية من البرس trabalhar كنت اقول بيحصل لها الماجول باسويض. واربعة في المية بس بيحصلهم من تبريب. والانتاني كنت لكم. والإنتينة بادمين خلاص واتخاررهم من الكتنة. الماجول باسويئب ده حاجة دديميلة خالص بيحصل لـ مع وسيلافيت ومع ويتحالل لا iPhone. توكسك ميتابولايد يوم. خلاص ده اليوش باسرويه جميل انا只有 m63 المالوçarين ده المصيدة. اللي هم الاربعة في مئة وعشان الهما مصيدة ربنا قال لهم على اربعة في مئة. بيتحول الى توكسك ميتابولايد. بيتحول الى. توكسك ميتابولايد. اسمه ايه؟ عن طريق انزيم اسمه سينتو كروم بيесть وخمسين. بيتحول الى توكسيك ميتبولايد. اسمه ايه? اسم項به ايه? مش لانت bowls التحفاظوا الاسم كان. ان اضيطايل بي بنزو كونيلا مي. طبعا انتو بالنسبات ما في اصعب اتنا قولي نبك. بيتحول الى توكسك ميتابولايت اسمه نبكي بانزار مهم ما تنسوش اسمه اسمه سايتو كرون بي ربعا مية وخمسين. خلاص? طيب. النبك ده واق من رحمة ربنا ازا توكسك ميتابولايت. في حاجة اسمها بلوتاسيون موجودة في الليبن. فيها اسه اتش جروب. النبكي بيحب الاسه اتش جروب دي او. يروح ماسف في الاسه اتش جروب بداية جروتاسيون. ويتحول الى نطبسك ليتابولايت ويخرج. خلاص. مفيش مشكلة. المشكلة تحصل مين? المشكلة تحصل بالتوكسك دوز. لما ياخد دوز كبير. يقوم الماجر البصوية باساتوريت. تخلصت كل الصالفيته. خلصت كل جروبه الراية قسك. ودخلت على الماجر البصوية خلصت كل الجروتاسيون. طب هو دلوقتي عايز يمزق في الاسه اتش جروب. فيه لسه برسيتامول. تروح فين? تمسك لي في الاسه اتش جروب بتاع اللي باكو صعب. بتاعت وتعملي نيكروزيس. في السنزل بتاعت الموجودة في السنزل. عجز الاير بيأفكت البريفرالسلز. يبقى البرسيتامول بيأفكت السنترل. بينما الاير بيأفكت ايه? تانية او. البرسيتامول اتنين في المية منه بنخرج من الكدني مع السلامة من غير حاجة. بيحول. تمانيةisesين البقين. اربعة وتسعين بالمينو الباسوي. اللي هو جميل خالص موسيقوش مشكلة. الاربعة في المية هما الفيهم مشكلة. اه اه س Own'. اربعة و تسعين بالمينو الباسوي. warpours الوربعة في المية باقياه بالمemoبيان. الاربعة في الميه بيمسكو في الصرفين. مبالكو Layton بيتحولو لناد توكسك ميتابولايد بانظام اسمه Cytoc آخرية بامعمية وخمسين. التوكسك ميتابولايد ده اسمه ايه? اسم Other. النبتي بيحب الـ SH group. يلاقيها فين? يلاقوها في الـ GROUETA سيوني الموجود في الليبر. يمسك فيها يتحول الى NON TOXIC متافلاتي هنا. لكن في التوكسيستي البرس التنمول يبقى تجوز بتاعته عالية جدا. فالـ GROUETA سيوني اللي جوه الـ LIVER بيبقى SATURATED خلاص. ما بقاش في SH group يمسك فيها النبتي. يمسك في الـ SH group بتاع المين؟ بتاع الـ LIVER CELL. ويعمل لها NECROUS. بيقفت الموجودة في STANDARD. عكس الـ IELTS بيقفت مين. مهم قوي. متابلس. وهناكتبه طبعا مع الميكانيز موفاكشن. مين هو ميلي هو ميكانيز موفاكشن. طبعا غريبا بيبقى غريبا بيبقى سويسايتات برضو البارسنتمول والبرامول من الحاجات اللي هي موفرة ورخيصة. برضو في الفيميرز عندنا في مصرش انتهادت أهلها ان هي هتنتحن وني مش هتخش الامتحان ولو دخلت هتنتحن فاتلوب جايبها برامول او تجيب اسبيل. ارخص اتنين في السوق وتاخدها. يبقى؟ في المناسبة يتقولوا عليه توكسو؟ هو اسمه توكسي ولا توكسو؟ انت بتقول توكسو مجازاتا. مجازاتا. ايه توكسي كول. ايه توكسي كول. ايه توكسي كول. كيف تايب؟ في اوتا تاكتر. دماغي قلنا انه هو بريكم في انه اسمه سايدا 50 ميالز عندنا بص سمس. اه اكسيدنطا طبعا في الأطفال يخفي العمز الألوية والألوية يقولونها أكبر واخضى بالبنادون اكسترا كده ملوينو ومخلوهم ببنينة اوى عشان يوطي في أطفال فيبدأ يبلبع بالبنادون اكسترا. ايه توكسيك دوز. قلنا التوكسيك دوز لو فاكرين ان هي نفس التوكسيك دوز بتاعت السلسلين. مية وخمسين من الجرام برتيجي في الأجيود في الكوروني الميلو. هي نفس التوكسيك دوز. مية وخمسين وميلو. على فكرة لو انت عايز تحفظ احفظ الميلو في البلاث. ما تحفظ؟ يعني انت مش قادة تحفظ الاثنين. الاهم الميلو في البلاث. لكن التوكسيك دوز مش واهمة باهمية الميلو في البلاث. لأن الميلو في البلاث مهم جدا لان هيحدد لي انا الراجل ده في ألني مستوى هيعيش ولا لا توكسيك ولا مستوى. خلاص؟ الميكانيزمو في اكشن. الميكانيزمو في اكشن هو البرامول او بيمنع بيمنع بس لكن البراصيتامول سنتري. لكن البراصيتامول سنتري بس تلول الاكشن بتاعه الانالجيزيك انتيبيريتك. عشان كده الناس اللي عندها ركابها بتوجهها وبرها بيوجهها مش عارف ايه؟ ما بياخدوش البراصيتامول لأنه مالوش انتي انفلاماتي. لو الانالجيزيك انتيبيريتك بس. خلاص؟ ليه مالوش انتي انفلاماتي؟ لأنه ما بيأثرش على البراصيتامول بيأثر عليها سنتراليبس. طيب ده في الاكشن بتاعه في استرابيات الدولز. في التوكسيك دولز اللي هو بعد لسه قيله في التوكسيك دولز بياخصل توكسيك من طباية اللاكي ما بيلاقيش حاجة يمسك فيها اللي هو محتاجها اللي هو الـ لأن الدولتاس هيوم بيبقى خلاص ساتوريتك وخلص الموجود في البضي فيمسك في الـ بتاعت الـ فيعمل لها اللي موجودة في ده الـ تكتب لي الميتابوليزم كله. الميجور باسوائل والميجور باسوائل departسة. أوكي? كله ليكا بتاعته الحكتي اللي بيصلة له على عندك في المالهج مالي الفرس التامول والاير بتاعتهم الاثنين الستاجز. تنسوش. الفرس التامول والاير بتاعتهم الستاجز. الاثنين بيقفت مالي ده. السلسلات كان بيقفت مالي الكدمي. مش اللامي. طيب. بيقولك في اول يوم في اول اربعه وعشرين ساعة بيبقى عنده شوية في استاجز. يعني ايه? شوية نوز يعني. فهم تيمي. بتاعبان مكسم وكسر مليز. ما فيوش حاجة مهمة يعني. طالب. عشان كده بدي كلمة مهمة. كلمة ليكو كدكاتر بقى. البارس التامول تكسيستي بتعتمد على مش عالكلينيكالبكشن. لو انا اعتمدت عالكلينيكالبكشن وجالي العيان في اول يوم. قالك ده اخدت شريتين ولا تلاتة بارس التامول. قلقتها قاعدة كلهم كويسة وبتكلمين. ما عندها شوية بامتن وممكن ما يكوش. وممكن تبامت مرة واحدة. ولا مع السلامة. دي مصيب. بارس التامول لازم اخد لها عين الدم. واشوف البارس التامول. لازم. يبقى ليه? بتاعت البارس التامول في اول اربع عشرين ساعة. يبقى انا بعتمد على ايه? على الانبستيجيشن. لازم اعمل لها لازم اعمل لها ليه? طيب. ده اول اربع عشرين ساعة. بعد كده عادة اربع عشرين ساعة اعمل اليوم الاول لليوم التاني. اللي بيحصل مميش حاجة. بيحصل حتى شوية بيختفوا. وبعدين يحصل بقى يعني مفيش بتظهر عليها. لكن تبدأ بتاعلي. بدأ يحصل. خلاص? ده في تاني يوم. تاتة يوم ورابع يوم بقى هيحصل ايه? يبدأ يحصل عليها مش بس عن طريق اللا ايه? البيشن ليه? لأ. عالشخص ناخد البان المانفستيشن. بيباني تشكل ايه? بيبدأ بقى يبان عليه جونتس. بيبقى يبدأ ينزف من اي مكان ممكن يخش بيديك اللي هو تأثير بقى يعمل لي. اه انت فلاوسي. اه طبعا بيبقى فيه مركة اللي هو لو حصل فاولة تلباة فاولة يعني ايه فاولة يعني بيتلريرت بسرعة جدا. فاولة تلباة فاولة تلباة فاولة دخل مني في اسيدوزيس وهيبوب ليسينيا وبعد كده اه 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 ريزال فيير ساكندرير للي في باقة فاولة. يبقى لو حصل بيتلريرت بسرعة هلاقي الراجل ده دخل في الميتابوريك اه تلوزيس وهيكون سبب يدخل في اه 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 ايه بيسينيا ورينالفيلة خلاص؟ بعد كده بقى من يوم الرابع لغاية اسبعين حدا من اليبدي لانما ربنا يكيوم ويخفه لانما يبتل لانما يحصل بيبقى كوليت انسينوشان ويروح بالي لانما الشخص دور داخل فيي رينالفيلة ولباتك فيلية وانتي في يبقى الثاني يبقى الثاني اليوم الأول و الثاني بس تبدأ وممكن يجيلوا بيه ممكن يجيلوا بيه بعد كده ثالث يوم بقى ثالث يوم و رابع يوم الي بيحصل فيه بيبدأ بقى يظهر بقى يبقى يبقى ازاي؟ يبقى في شكل جونتس فيه يبقى في لو حصل طالما تبقى يجيلوا ويجيلوا بعد كده من يوم الرابع للأسبوعين لايما الرجل ده هيبدأ يخفل بالتدريق او ممكن طيب هل ما فيش عندي غير ليفر؟ لا يبقى ليفر شوية حاجات تانية بتتقصر بس مش حاجات مهمة مالي هو ليفر بس انت مول يساوي ليفر خلاص؟ طيب الكدني بتتقصر؟ اه ممكن الكدني بتتقصر بدايق باين دايت 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 على البريق النابكي الموجود في الكدني بيطلع لي نبكي تكسيك ميتابولايت فبيعملي تيوبلا نكروزيس النبكي هيعملي تيوبلا نكروزيس دا دايت ميكانيزم وهي نبكي ميكانيزم مع طريق الفوليوم ديبليشي يعني ايه؟ يعني نقص الرينا الوليوم ديبليشين دا كده من ايه؟ من الفومت خلاص؟ الفوليوم ديبليشين جه من الفومت يبقى كده؟ لاما النبكي يعمل دايت نكروزيس لاما نتيجة للفومتن فتعملي بيتقاللي الرينا البطفول خلاص؟ الهارت يعملي شوية تي سي جي تشينجيس بس بيراده ليعمل نانكرويجينيك بالمونار يديبه ومش مهمة ومش معروف الميكانيزم بتاحها ازاي بيحصل في البراسيتابول البانكرياس بيعمل بانكرياتايتس الاسد بيعمل بيعمل متابوليك اسيدوزيس ازاي بيحصل متابوليك اسيدوزيس؟ هو الليبر بيعمل للاكتك اسيد لو الليبر دا مشتغلش هيحصل للاكتك اسيد بيعمل متابوليك اسيد وعن طريق للاكتك اسيد وبياكيوميلات ليه؟ لان الليبر هو اللي بيتخلص منه والليبر مش شكل اوكي؟ يبقى الحاجات دي كلها مش مهمة كيسيزي تيينجيس او برمونار كليما بانكرياتايتس متابوليك اسيدوزيس بيحصل معدي كده هايبوفوسفاتينيا من سبب الهايبوفوسفاتينيا إيه؟ ان الرينالتبيولز تعمل الرينالتبيولز مبتعملش الفسفايد ان الفوسفايد يقيبا فبيحصل بيعمل البراس الانتنزايت انتظور بس ليس زي الاسفريم بقلب شويه ليه؟ لانه دي وقت الليبر بقى افكتد لما الليبر بقى افكتد بقى نقص باقين لكن كان بيعمل بترو ميكانيزة. بيقلل والبروس هنا بس نقص نتيجة بيعمل لي برضو ليه? لان الليبر برضو افكتل يعني في الليبر برضو قلت فحصله هايبو بلاسيما. ففيه تلك حاجات اللي هي الاسيدوزيس عشان الليبر افكتشن. امتالوجيكا او بيدي تندنسي عشان الليبر افكتشن. وهي الهايبو بلاسيما عشان الليبر فيه. اوكي? الانبستيجيشن نفس الكلام. هتقول لي لاب اس جي اكسرائل. لاب هتقول لي روتين لاب زائد كواجلشن بروفاير. ليه كواجلشن عشان في بيدي تندنسي. يبقى اللاب هتقول لي روتين لابس ستة حاجات. ومعهم ده في الروتين. بعد كده التكسيكولوجيكا الاسكريني هتقول لي او ومع تقول لي متاع البلس التامول. السيروم متاع البلس التامول لغاية عشرين تماما. انا في السيف صعب. من مية وعشرين لتلتوبية دخلت في التفسي كده. اكتر من تلتوبية عشان اخدها يموت خلاص. يبلغات عشرين تمام. مية وعشرين تلتوبية تقسل. اكتر من تلتوبية بيتكس. هعمل 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 هنا مفيش 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 هنا مفيش تجامعات في ايه فهعمل عشان هعمل هعمل عشان برضو ممكن يبقى زي ما قلنا فيه يبقى من غير مزاقة اللي موجود في الكتاب انت عندك الموجودة الحاجات في الجدل اللي هتفقتهم مستمر. اللي ينطلق عليها كله. خلاص? دكتور هو الانكارديوجيني في المكانيزمو مش مهمة. الانكارديوجيني في المكانيزمو مش مهمة. لانها ما بتحصلش كتير. بتحصل ملهاش معروف. خلاص? التريتوين تبقاعوا. نفس برضو الاستامبه بتاعتنا هتكون وبعد تده جي عديلي كنتامينيشن لو فيه اندي دوت هنقوله لو فيه سمتوماتي. هتقول لي عادي. طيب دي اديلي كنتامينيشن. لقونهم بقى كده. الامسين هل ينفع هيامس هنا? لأ هم هورادي عندو فامر دي. طيب. معلش ميه حاجة نسيت اقول لكم في الاندستيجيشن مهمة. مع سربيوت كلابي لازم اعمله ها? بعد اربع ساعات من الانجاج. مهمة اول كلمة دي. بعد اربع ساعات. ليه? لان بتحصل بعد اربع ساعات. لو عملتوا قبل كده هتديلي لان لسه ما حصلش complete absorption. يبقى لازم اعمله بعد اربع ساعات. لو جالي لعيانه. بقال لي لو وحده بقال لي ساعتين ما كنتوش عيينة واستنى. استنى لما يكامل اربع ساعات. عشان يقصد complete absorption. البلس يتمول. وبعدين اعمله بعد كده. مهمة. اربع ساعات مهمة. طيب. نرجع تاني لتريتمت. قولنا ما بتعملش. لان هو قريجي عنده. جاسر الكلاباش. بعملها. بعملها لو جالي مادل. لان هو بيحصل رابط absorption. يوقف انت بتاعه اللي سومك بيخرج بسرعة. فلو جالي بدلي اعملها. جالي ما اتاخر ما اعمل ايش. اكتفيتد شاركول لان هيبقى الحاجات اللي فيها رغم ان هو اتزور بالاكتفيتد شاركول لكن ما بعملوش. ليه? لان لو عملت ديتو اكتفيتد شاركول هي اتزور في الانتي دوت. وانا لازم اتدينه الانتي دوت لو اتاخر عن كده مش هيبقى اي فات. يبقى الانتي دوت. مبارس دامول تكسيسي لانه هيبقى بالانتي دوت. ولا مبارس دامول الانتي دوت اهم عنك من ان انا ادي له. يبقى هناك في الثالثة ايه? كنت اكون لحاجة مسموحة مع عدل اميسيس. بعملو جالك ريكلاب راقش. ودي له اكتفيتد شارك. ودي له ماتو بالدوسيس اكتفيتد شارك وعملو هول بلا وكتفيتد شارك. خلاص? هنا لعبس تمام. الاميسيس مش مسموح. الجالك ريكلاب راقش لو جالي بدل. يعني مش مستحب. عشان هيقضوب الانتي دوت. طيب. المييليشن ال Poison from left. اه بعملو المييشن. بعمل نيه قضى ينسس في السيبير. يعني إيه سيبير توندشن. يعني لو دخل في ريد الفاليا. لو دخل في سيبير اسيدوزيس في فليود واليكتر لايكتر لايكتر. لو انت مش فاجر. سيبير كوندشن. سيبير مفترض لكي يسمحك كله سيدي سيدي نعم ماشي نعم 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 طيب اهم حاجة بقا وديس سؤال ريتم مفترض جدا و سؤال قرى مفترض جدا من أنتتوت بتاع الرسل استردت أنت ما كانش لو أنتتوت نعم البرس التهمه اللي هو أنتتوت اللي هو إنا أستايل سستايل إن أستايل سستايل أو نعم الميكانيس مفاكشن ميلا الميكانيس أن هو يتحول في البر إلي لجلوتاسيون. سبعا أنا لم يديش كلوتاسيون عن يقول ليهوا خلص نفسي قال لككلوتاسيون مر اسيطاش يليه خش اللبر سيصف. فأنا هتدينه أنه ان السسلجيه هيخش اللبر سيصف يتحول إلى كلوتاسيون. أنا لم تجد كلوتاسيون عشان ايه؟ عشان فيه S-H group. فإنماكي لما يتكون يلاقيه بطاعت البروتاسيون بمسكها ويسيبني البرسيل في حالي. فمايحصلشي في البرسيل. فمايحصلشي في البرسيل. أوكي؟ طيب ده الميل اكشن بديك اول. ليه اكشن تاني اه. بيديك شوية صالفات. فبيشغالي كمان الميل الباسويد. الصالفات تمسك فيه البرسيتامول عن طريق الميل الباسويد. فتعملي ننتوكسك نتبعه. يبقى هو الميل ميكانازي. اللي هو البروتاسيون. فبيبروفايت اساتي جروب. تاني ميكانازم اللي هو بيديه شوية صالفات. فبيشغالي الميجور باسويد. طيب. بيقولك لان الناسيسيستايين لازم اديه في خلال ثمان ساعة. عشان يبقى يفاكف ويطرع نتيجة كويسة. لازم في اول ثمان ساعة. يبقى خلنا بقى احنا قلنا رقمات. قلنا اربع ساعات علشان اسحب العينة. ثمان ساعات عشان اديه. طيب. في اكسكشن او. لو جالي الراجل ده. بيطرق ايبات الفيلم. بقيته عمالي بسرعة جدا. اديه. ادرق اديه لان اصلاي سستين جايز يجيب نتيجة معك. او جال الام وقالي اده انا اكتشفت انه خد. البرس التمردد. خده انت يا امي مش فكرة. ما قليش. انا رقيته عمالي رجع. الامي مش فكرة. انا مش فكرة عشان احدث ثمان ساعات. في الحالة دي اديه جايز يجيب ايبات. يبقى انا بديه في خلال ثمان ساعات. ما عادة في حالتين اتنين بديه ايا كان. لو عنده. ايباتيك فيليا. رجل ده بسرعة جدا فنازم نبحقه. او مش فكرة. طيب. طيب. بديه لاما اورل لاما انترافلس. الدوز برضو مهمة جديد. اورل بديه تمامتاشر دوز. تمامتاشر دوز. ببتيدي. اول حاجة اول. في الاول بديه طوز عالية مية واربعين ميلي جرام بركيجي. بعد كده بدي بقى طوز واطية شوية سبعين ميلي جرام بركيجي. كل اربع ساعات. يعني ست مرات في اليوم. لمودي التلقية. ستة في تلاتة يبقى دعمتاشر دوز. دي. بالاول لودة. جرع عالية شوية في الاول. مية واربعين ميلي جرام بركيجي. بعد كده بمشي على سبعين ميلي جرام بركيجي. كل اربع ساعات يعني ست مرات في اليوم اللي مدل تلت تيام يعني تنتاشر جرعة. لو رجع جرعة منهم ادينه مكانه. طب افرد ان هو رجع لكل ما ادينه يرجع. اشفت بقى للانترافينس. خلاص? مش مستحمله قولة لي. ادينه له انترافينس. يبقى بتاعت الانترافينس لو عنده يعني الراجل ده يبتطيرين بزرعة جدا مش هستنى بقى ادينه ادينه عشان يشتغل بزرعة. او مش مستحمله كل ما ادينه جرعة يبقى له هديه في حدين ادين انترافينس. التلز من داخل الانترافينس مختلفة شوية عن الاولي بدل مية ونربعين بديلو مية وخمسين ميلي جرام بركيجي انترافينس انفيوجن بعلق له احلول على مدة ربع ساعة على خمسة. مية وخمسين في خمستاشر دي. مية وخمسين ميلي جرام بركيجي على خمستاشر دي ايه انترافينس انفيوجن. بعد جده ادينه خمسين ميلي جرام على اربع ساعات والمية البقين على ستاشر ساعة. اوقف انت العلاق بتاع الان استايلس السايد اوقف لو عملت البر فانكشن تلعت تمام او عملت البر فالبلد طلع نون توكسيك لزيو. لابقى اما البر رجع تمام ما بقاش فيه لبيت البر انزايز او خلت عيينة البلد وشوفت البرس التمول لقيت الحمد لله رجع ليه اساو ميلي جعب. انا تقول تسمع ميلي جزء او بساني? عو لا. ثانيEurope. 5 years ago called a female. tried to commit suicide. she ingested a known number for energetic antibiotic. اتقوه المفتاح للهال. energetic antibiotic. اوه حصاني بين ثلاث سريف وبرسسامه. she was presented to the emergency room 12 hours post ingestion. اللي بالكم لما بيجيلك ارقام مع الجزء انت بايرتك يبقى الله اللي بان برس تبه. فلاص? يعني عدد ساعات يعني. احنا قلنا الساعات مهمة عشان اعمل اربع ساعات عشان اعمل الليبن في البلط. قدامة ساعات عشان دين وعدين. طبعا السلسلات بتابق سبير اريتيشن. العمر ما يفومت وان. السلسلات سبير وام. ماذا قالي وانس يبقى الى خلاص تقريبا بداخلة على البرس تابين. وبعدين وزاقوا تقيمي ادر ساكوز. يبقى الى اكد ان هو برس تابين. دكتور مالك دي هير باي انتكشن اف امسيس. اعتفايت اتشاعده. فولو باي انترى مصر الانشي بايس. يعني سبب اصلا. انتشاعدت هير. انشاء الله. وانشاء الله. وانشاء الله. ومشان كده او تلكوا انت البرس تابين. يعني كان متعلي ايه? انتستيكيشن. دكتور زبطها وبخراقها وبتساك ونزلت. بعد عشرين ساعة لجاجة. رجعتلو ايه جب افكالة البرس تلكواس الارجاية? رايت هايبو كوندريا بيت. تانيش اوب شانس. وريبت لابر انزايد. ناخد اتحمل الله. دكتور كان بياخد تكسو. كان بياخد تكسو. ماشي انا كده. تمر الحالة واضحة ان هي. اولا هي حصرني من البرس تامول. ويستدسلت بانه قال انجيزك انتيبيريتك. وبعدين لما قالي. فومت وانس وما فيه سنتوم ستانية. فناتأكد ان هو براس تامول. وقالي عدد ساعاتي انا برضو مشى. مع البرس تامول. خلاص? طيب. لما اجيلك من الزحان. تقول لي هايدي كلينيكا بيكشن. دوت. وبعدين. خلاص? يبقى تقوله بايدي كلينيكا بيكشن. ادور على بايدي كلينيكا بيكشن. هشوف فيه عنده كلينيكا بيكشن. فيه عنده فيه عنده هايكولاسين. فيه عنده وهجاز. وبعدين بيكشن. وطبعا اهم حالة من بيكشن. وطبعا اهم حالة من بيكشن. هو البرس تامول لهم. هدور. على البرس تامول. اه. عند 12 ساعة فقط 30 ساعة. 12 ساعة اللي هو اول عشر ساعة. بيكشن. دي غالبا بيكشن. 36 ساعة. اللي هو اليوم الاول للتاني. بيبدأ. طيب. ايبا يويت بقى. الدكتور لما عامل. تقولي ايه طبعا. اولا هو ده. ده. وده. خلاص. وعمل لها. خلاص. ان هو ادهها اي ماتك. وادهها اي ماتكش. وخرج من المستشفى. بعد ما كون طبعا كان مفروض يعمل. كان مفروض بيادهاش اي ماتك. كان مفروض بيدهاش اي ماتك. كان مفروض يدري في الامتدون. وفي الجيز بعد 12 ساعة كان مفروض ينحق. هو ما ناشى حاجة. الحمد لله. دخل الى ببطن هو الانت انت مازل خلاص? نحن هو مش ينظر هو لو اي وقت جاي بس امسل مناعين لازم وقت الكمسل عشان لا يساكين. لأ هو الكمسل يدخلت الى الوطن الوقت. دي هيجريش ودي هيجريش ودخلت فيها الفين. فانا لازم وقت الكمسل. لكن الكمسل الاساسي ان هو عمل لها بالاول انسل. بس يعني عمل لها انسل بيتها ده اكل حكومة. اه بعد تده اه بعد تده اه بعد عشرين ساعة. طبعا الان تدود مش هينفع بعد عشرين ساعة. هتقول له كده. هتحدة بعد الفينيه بات بديه اجريش احنا. وليس يسمع لازم اتبوته. برضو سواء عميه لص درجة ومدرجة بتاع مش نفس. قول له اسم كفاية. طيب. اه اه سمينتين يرزو قول دي ميل واسم كفاية اتاكس. هنبقى لكم نكونون في مينة. قمنا البرس يتبولوا السبسلات دو بيه حاجة واول الفينيه. هنبقوا. ايه اتاكس. بعد اين? يبقى اتاكس. يبقى اتاكس يبقى اتاكس يبقى اول حالة عندي سيفير جي اي تي يرتاشي. تمام كده? تخشي بعد كده. الريتابول وكونفيوز. الريتابول يعني زيه ناس وكونفيوز دي بدأت تخش كسير ناس. يبقى في زي الناس. وبعدين تالي تاس. خلاص. ده المفتاح. تالي تاس على بيتنا التاس بيحصل كمان مع الناس. لكن هي ما يحصل مع الناس لانها حاجة. يبقى تالي تاس ده مفتاح بتاع الثاني سيليت. وبعدين نكامل بقى بيتشار كامبرتشار كالثمانية وتلاتين بدأ ليحصل. خلالكوا ان الريتابول للمسيليات. دايما ده تحضرها تليها تمانية وتلاتين. تمانية وتلاتين مصر. متوصل شاربعين. خلاص? بعد كده عندها وبعدين عندها تاكامنية. زيتا وتلاتين يعني تاكامنية. اه بتاعتها 7.2 ونور مريكالية ده كتره? 7.35 ل7.34. 35 لخمسة وطمئين. انها طبعا اا اا البي اي نشغطي يعني عندها ايه? اسدود. اسدود. يعني بتاعك يا من باره. يبقى ده اكيد اكيد من ثلاثة هي تعرفتي ان الانترزة? مش اي حاجة بتأثر العكير. مفيش حاجة عندك الماناك بتأثر غير البارسة تابول من السلسلية. خلاص? طبعا منع الاسئلوسة بتأكد لك ان هي سلسلية. تشوف الاسئلة? طبعا 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 و الامبستيجيشن. هل تكون مبستيجيشن? ما عرش ازاي سؤالك كده. هل تكون مبستيجيشن? يبقى خليه لفوق بالكده. طبعا هاتوله الامبستيجيشن. كل حاجة مسموحة معادل اميسيس. بعد كده اميسيس. وبعد كده مابيش انتدوتس انتباتك بقى اكتزاماتها. اوكي? حد الوحيس وانتك هده. ان شاء الله بإذن الله. آآ اليوم. آآ لا. نشايفها التلف نخليها الاربع ان شاء الله. الاربع. اصحب. التلاثة عندنا شوف يا جماعة. التلاثة هدولك شوفيك يا جماعة. طب قبل التلاثة. حد دكتور علينا تنزل. هدول ابينيك. طب احول يا باتل مع دكتور عبيل. اه. ماذا دكتلون. طب ماذا دكتلون? طب نبتعلوك بقى خلوا باكدلتكم ما راكدتكم ما راكدوا مش هولا. الاكاديمي صابهون. هكتبلكم المعادل واهيغرة شغل. يا ايهنا مش عارفين اهيها. ده اه اكاديمي صابهون. انت انت اعمل في الخبرك عامة اه واخليهيب الخالج. اوك? اهه اشرح المرة الجاية ان شاء الله. باربيتريك ومنزو. وانفتة من المراش راكدوكو اه ماي سايك تيديوه. اه واقع لنا.